السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النهاردة هنعمل كبد الفراخ بطريقة مختلفة جدا وطريقة قد تكون اول مرة على اليوتيوب دي طريقتي بس والله لو جربتها مش هتبطلي ان انت تعمليها اول حاجة جبت صانية المونية حطيت فيها معلقتين سمنة بلد يا جماعة وبعد كده كبد الفراخ انا كل ما جيب فرخة طبعا بشيل الكبد بتاعتها اه واحاوشهم كده عشان مش بشتري كبده اه فراخ خالص اه بعد كده حط حب التوم انا فرماهم في الهون وبعد كده هبدأ ان انا قلب تقلبتين كده طبعا كبد الفراخ زي ما احنا قلنا اه انا طبعا حطاها قبلها اه فمية وخل اه حطاها فمية وخل وحطة حبة سكر علشان تشيل الزفرة منها وحطة نصف لمونا عليها طبعا شلت الزفرة كلها والااااالكبده نفسها طبعا كبده الفراخ بتبقى عبارة عن فصين انا قسمت كل فص الوحده وبعد كده عربة الزبادة دي هي السر بتاع الفراخ دي انا افتكستها من عندي كانت طريقتها تحفة جدا جدا والزبادة ديها نكهة وطعم وسر وتدبيلة جميلة زي ما انت شايفين الفراخ دي مش متبلة نهائي جدا بعد كده حطيت عليها علبة الزبادي وهبدأ ان انا اقلب طبعا الفراخ هي عبارة عن فصين انا اسمها الفصوص يعني عاملة الكبدة لما كبيرة عاملها على فصين وفيه على تلاتة بحيس ان هي تبقى محتفظة برضو بحجمها بجد يا جماعة رحتها فضيع جدا جدا الحاجة الوحيدة اللي انا هضيفها في التوابل حاجتين اتنين معلقة صغيرة بس مليانة يعني فلفل اسود ونص معلقة كسبرة وهبدأ ان انا اقلب جدا طبعا انا ما حطيت الزبادي هنا شال اي ريحة كانت بقية يعني مع ان هي ما كانش في ريحة من الخل واللمون وحبت الكمون برضو اللي انا حطيتها في المياه عملتش ريحة زفرة جدا خالص بعد كده انا حطيتها في الصينية وهبدأ من حين للتاني هابدأ ان انا اقلبها علشان ما تتفرولش معايا ادي معلقة الفلفل الاسود اه طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة والله يا جماعة لو جربتوها مش هتبطلوا ان انتو تعملوها اه بصراحة انا عملتها وكان عندي يعد بالزبادي في التلاجة قلت ان ما اجي اجرب وصفة جديدة يعني حطيتها لبيت الزبادي اديتني ناكهة يعني انا ما حطيتهاش في التدبيل انا ما تتبلتش الكبدة اصلا زي ما انتو شايفين كانت الكبدة كانت عادية جدا من غير اي تدبيلة ولا اي حاجة غير ان انا حطيتها في خل وسكر وملح ونص سلمونة وحبي التون بس طبعا انا بقلب عقب المعلقة الخشب علشان المعلقة الخشب بتبقى حنيينة على حاجة يعني عشان الكبدة ما لهاش استوى بتستوى بسرعة وعلشان ما تفرولهاش انا عملت الكبدة دي كان في يوم اللي انا عملت فيه الحواوشي بس اه بصراحة ما نزلتهاش اه طبعا اعطعت اه اتنين فلفل رومي واتنين فلفل اه سبايسي حاريين يعني لو انت مش بتحبي اه الحاجة المشطشطة او الحرة او عندك اطفال بلاش ان انت تحطيها بجد بجد طريقة طحفة جدا شايفين لونها ده بيدل على انها خلاص قربت ان هي تستوي ادي يا جماعة بعد ما استوت اهو شايفين الشكل طبعا انا ما حتطلهاش مية ولا حتطلها اي حاجة طلعت بهاريس كده وحاجة في منتهى الجمال هوطي عليها واسيبها بعد ما استوت خالص ما شاء الله طعمها حكاية